رغم كل ده كانت المشروعات اللي كان بيوعد بيها سيادة الرئيس انه كنا بنشوف المؤتمرات وفي كل اللقاءات طبعا انه المشروع اللي كان بيتقال عليه بيها يخلص عشرين وواحد وعشرين مثلا لا احنا عايزينه يخلص قبل كده لا احنا عايزينه يخلص قبل معاهده وكان بيخلص قبل معاهده كان فيه رؤية الكثيرين جدا مش فاهمينها كان فيه رسالة الكيادة السياسية كانت مصرة عليها انها توصل في الداخل وفي الخارج أنه مصر ما وقعتش مصر مش هتنهزم مصر تستطيع حالا في الوقت الحالي وحنا عادين كده مصر استطاعت مصر استطاعت تعمل إيه مصر استطاعت أن هي تضاعف الرقع المقهولة بالعمران في مصر من 6 أو نقول 7 بالمناطق العشوائية كنا 7% مساحة مقهولة بالعمران من إجمال المساحة بتاعة جمهورية مصر العربية بانتهاء المشروعات اللي بتتنفس دلوقتي مصر هتكون مقهولة بـ 14% من إجمال مساحتها رقعة عمرانية مخططة مطورة حديثة تستوعب الحداسة تواكب كل عمران على مستوى العالم وده طبيعي نكون في المكانة دي مصر تستطيع وهي دي مكانة مصر طبعا فكان في رسائل من القيادة السياسية كتير جدا هقول لحظك على حاجة احنا كنا قبل الصورة كان مثلا لما يكون فيه فكرة مشروع فنطلع ونغطي وافتتاح المشروع لا هنا كان فيه إدارة مختلفة للجزئية دي محدش يقلن يا جماعة عن مشروعات ومنتكلمش عن مشروعات اللي بعد ما يكتمل دولاب العمل بتاعها وبعد ما تطلع من على الأرض وبعد ما تظهر وبعد ما خلاص ظهرت النور هنا نقدر نتكلم برحياتنا يعني خلينا نقول إن احنا زي ما دايما بنقول إرادة وعد تحقيق تنفيذ على أرض الواقع وهو ده بالزبط اللي كان بيحصل وهو ده بالزبط اللي احنا شفناه من خلال الفترات والسنين اللي فاتت حد يجي يقولك يعني إيه العاصمة الإدارية هتوفر فرص عمل يعني إيه العاصمة الإدارية هتشجع الاستثمارات هتقولهم إيه هقولهم لأول مرة في تاريخ مصر تنجح فكرة الحكومة المصرية في إن هم ينفذوا مشروع ضخم جدا زي كده بنظام التمويل الذاتي يعني إيه بنظام التمويل الذاتي إيه فكرة التمويل الذاتي أولا مرهقش خزانة الدولة اللي هي أصلا ما فيهاش فلوس مرهقاش وحملها أعباء عشان ننفذ مشروع محتاج مليارات كتيرة جدا عشان نأسسه تدخلت الدولة عشان تعمل إيه هنا؟ الدولة تدخلت خطاطة كويس عملت تخطيط كويس وعملت حاجة اسمها بيك بوش يعني إيه بيك بوش؟ بيك بوش يعني مسكت مثلا قالت أنا هقسم العاصمة القدرية مساحيتها في البداية كانت 168 ألف فدان النهاردة عدنا 200 ألف فدان إجمالي مساحات العاصمة القدرية تخططت 200 ألف فدان وإحنا حضرت بتتكلم عن مساحة دولة دي مساحة دولة يعني 168 ألف فدان قالت أن أنا هقسمهم هقسم عملية التنفيذ فيهم لتلات مرحلة المرحلة الأولى 40 ألف فدان لكن تتخيلي والسادة المشاهدين الـ 40 ألف فدان دي ضعف في مساحة زايد مساحة مدينة زايد 20 ألف فدان فإحنا بنتكلم عن المرحلة الأولى في العاصمة هي خلصت دلوقتي كلها أراضيات باعت كلها مشروعات فيها حجم مشروعات وشكل مشروعات ضخمة جدا داخلت الدولة عملت خططت عملت بيك بوش من خلال زراعة ودفعة قوية جدا الدفعة دي عملتها في تخطيط والطرق وعملت البنية التحتية بشكل مخطط وبشكل جيد جدا وفرت المرافق والتخطيط والطرق وعملت نموذج كم نموذج صغير لعدد مشروعات الحقيقة السكن الأول مثلا الاتنفذ هناك اللي هو أر تلاتة ده كنموذج لما يدخل المطور عايز يشتري يشتغل يعمل مشروع أو يعمل حي سكن هنا يبقى فيه عنده حاجة يلتزم بيها يلتزم بالشكل ده أو بالنمط ده لما تدخلت الدولة صرفت تقريبا من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صرفت تقريبا حوالي عشرة مليار جنيه قعدنا سنة والتانية بدأت تظهر الأماكن والمشروعات والتفاصيل هناك على الأرض وبدأت الدولة تطرح أراضي للمطورين العقاريين اللي هم المستثمرين المستثمر الخاص هنا المستثمر الخاص هيبدأ يدخل يشتغل المستثمر الخاص عمره ما هيدخل يصرف عشرة مليار والعشرين مليار جنيه عشان يعمل مرافق الكلام ده فالدولة عملتها له جاهزتها له والأرض مؤهلة أن أنت تدخل تعمل مشروعك بشكل ما أنت عايز وعند كمان نموذج ممكن تنفذ زيه أو تعمل أحسن منه عشان يعرف يشتغل طرح لما طرحت شركة العاصمة الإدارية الجديدة أراضي على المطورين فأول طرح جابت الفلوس اللي اتصرفت احنا ما خدناش جنيه من الخزانة العامة للدولة عشان بس الناس بقى فاهمة كويس يعني إيه العاصمة الإدارية ما خدتش حاجة من الدولة احنا عندنا هيئة مستقلة عندها محفظة أراضي بتدورها بتدورها يعني إيه بتعمل مشروعات اسكان لو في عائد منها بتدخله على محدود الدخل اللي هي مشروعات الاسكان الاجتماعي بتدورها بشكل معين فهي عندها محفظة أراضي وعندها محفظة مالية دخلت هي طبعا ملك الدولة فدخلت عملت الجزئية بتاعة البيك بوش الأولى دي خططت ورفقت وصرفت مع أول طرح الأراضي لعاصمة الإدارية الجديدة جاءت الفلوس اللي احنا صرفناها فهو ده نظام التمويل الذاتي جاءت الفلوس اللي احنا صرفناها حضرتك النهاردة احنا ممكن نتكلم عن رأس مليا المسل الموجوز في شركة العاصمة الإدارية عدل 200 مليار جنيه السيدة المهندس خالد عباس وقص الشركة أعلن من شهور قريبة انه احنا حققنا ما بيعاد ب63 مليار جنيه بتتكلمي في السنة اللي احنا فيها بس نتكلم على السنة فيها إذا الدولة حولت أرض أنا أسف ما كانش لها قيمة كانت تتبع ب5 جنيه المتر لحاجة ضخمة جدا طبعا ذو قيمة مين بقى بيشتغل في المشروعات اللي هناك أخويا وصاحبي وابن عمي وقريبة وهو ده اللي بنقول عليه توفير فرص عمل لمئات مئات المصريين طبعا 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 من اللي نفذ المشروعات اللي هناك طبعا طبعا لعاصمة الإدارية للأغنياء ما مش عقل اسمها مجتمع للأغنياء هم أنا أسف يعني هو الغاني ده اللي هو يفتح شركة أو يعيش في قصر مش يحتاج يأكل ويشرب ويلبس ويتحرك مش محتاج حد يقدم له خدمات ومين هيقدم الخدمات ما أنا أخواتي وصحابي وقريبة والمصريين هيشتغل وابقى في فرص عمل